هنروح للسيدات خلصوا الدور الأول بدأوا في الدور التاني ابتدوا الدور التاني بنفس المباراة اللي بتدوا بيها الدور الأول وهي البنك الأهلي البنك الأهلي فريق محترم جدا وطبعا لما دخل هذا النادي لعالم الألعاب الأخرى يعني أثر بالذات في كرة اليد أثر دور الرجال والسيدات استطعنا للسيدات أنهم يفوزنا بنتيجة 45-24 نتيجة كبيرة مبروك الشهوط الأول كان خلص 23-12 الشهوط التاني طبعا خلصا ما قلت حداكم 45-24 بيقود هذا الفريق كابتن محمد عادل زولة طبعا المطشي كانت لعب على صالة 100 عقبة طبعا هو بيبقى الصلاة أو الدوري بتلعب ممكن بره لأن البنك الأهلي ملوش الحقيقة ملعب فبيختار ملعب معينة أنت بتروح تلعبها طبعا تلعب فيها بالمناسبة الدوري هيتوقف فترة طويلة عشان اشتراكات المنتخب المنتخب الوطني وهنرجع نلعب تاني لمطشات 22 ديسمبر عندنا شهر استعادة شفاء تجهيز اللاعبات رفع معدلات اللياقة كل ده طبعا بيكون في حسابات المدير الفنيين وأكيد كابتن محمد عادل زولة المدير الفني للسيدات مركز في الموضوع ده بشكل كويس واستغل فات التوقف ده بشكل جيد بالغاية دلوقتي فريق كرة اليد سيدات مقدم مستوى سابت السنة فت لو تفتكروا في أول الموسم كنا خدنا مطشين كده سموحة بره تخسرنا وخسرنا كمان تقريبا سموحة اليبلس أو لا التيران التيران يا ربي السنة اللي فاتت كان هذا الفريق خسر المطشين دهول في أول السنة وساعتها الجمهور بأمانة أو الجماهير يعني قالت لا ده لسه في الأول وكننا احنا رجعنا ده لعدم موجود هارموني يعني كان لسه كابتن محمد عادل زولة ورجع لعبات وصاعد لعبات وفيه لعبات خفه فما كانش فيه هارموني وكان ساعتها المنتخب متجمع كانوا بيتمرون 4-5 لعبات ولكن السنة الحمد لله لستارتين كويس نتمنى إن شاء الله أنهم يكملوا بإذن الله